تحياتنا شباب الضوء تعيشون حياة عظيمة ممتلئة حياتكم اليوم وكل يوم بكل فرص النجاح نلتقيكم اليوم نناقش المناهج في علوم المتافيزيكس هذه الكورسات أنا أرسل هذه الرسالة بصورة عامة إلى كل الطلاب الذين اشتركوا سابقا بالكورسات والذين يشتركون الآن بهذه الكورسات والذين أيضا سوف يلتحقون لأنني أجد أن بعض الطلاب عندما يراسلوننا في الالتحاق بهذه الكورسات كأنه أجدهم يؤسسون بعض الأعذار الشخص يقول أنا مهندس طاقة يدرس طاقات المنظور مهندس ميكانيكي ويقول أعيش في قرية وما عندي حساب بنقي وجور قليلة أستلم ويقول درست محاضراتك ويريد أن يلتحق بهذه الكورسات فنقول أخي وأختي لا تضع هذه الأعذار نناقش هذا الموضوع كيف تحقق ثراء في حياتك أقول لكم شاهدوا الفرص العظيمة في حياتكم كونوا وعيشوا وأنتم كل الأكوان أعرفوا أن حياتكم ليست هذه التي تعيشها بمعنى حقيقة حياتكم هي ليست الحياة المادية المحددة براتب وتعيش في هذا الراتب وبهذا التردد وبهذه المفاهيم من الوعي حياتكم أخواني غير محددة بظروفكم حياتكم محددة بفكركم وكيف تنظرون إلى حياتكم من فكركم ابن صور الثراء في حياتكم لا ترتبطون بالزمن وعذار الزمن وعذار الراتب والمادة قولوا باستمرار يوميا ألف مرة أنا قاقة خالقة وأخلق ثراء عظيم وحياة عظيمة وسوف تندهشون كيف أن الظروف تتغير وأمام عيونكم إذا تقولون وتعتقدون حول المصاريف والراتب والزمن فأنتم تتحددون بهذه الأفكار المال ليس مشكلة ولا الوقت وإنما فكر الإنسان هو الذي يبني المشكلة بتأسيس هذه الأعذار نحن أمام فرص أكبر مما نحن نعتقد والخيار عاد لنا أما نتركها أو نعيشها نحن نجتمع عن طريق هذه الكورسات من خلال هذه الكورسات كأرواح أبدية نحن نجتمع من أجل خلق ظروف عظيمة ونؤسس حياة عظيمة فأعرفوا جيدا أن بالصلاة الصلاة الكونية فالكون يفتح أمامكم كل شيء أقول مرة أخرى كل شيء أنتم تفكرون به وتريدون أن تحققوه فالكون يبنيه ويجلبه لكم أمام عيونكم لأنه بالصلاة الكونية تتأسس حلول والظروف جديدة لأن صلاتكم هي أكوان من الفرص العظيمة أنا أسألكم هل صليتم يوميا لمدة الساعة؟ ومرة أخرى أقول هل صليتم هذه الصلاة الكونية يوميا لمدة الساعة ولمدة ستة أشهر كاملة؟ هل صليتم ساعة يوميا تقضوها بالصلاة الكونية وتعلنون الثراء؟ وتبنون صور البناء الإيجابي إنكم أثرياء بالمال وأثرياء بكل شيء؟ الجواب باعتقاد أغلب الطلاب لا يعملوها تحتاج أخي وأختي أن تصلي باستمرار وأن ترى النجاح والثراء في حياتك باستمرار أنا أتحداكم فعندما تطبق بمعنى تتحد بالفرص العظيمة التي فيك من خلال الصلاة الكونية ولمدة الساعة يوميا ومعرفة إن حياتك هي الثراء لأن روحك ثرية لأن روحك غير محددة بالظروف روحك هي التي تشتغل في تحقيق وإنجاز ظروف عظيمة سوف تندهش من التغييرات العظيمة التي تحدث في حياتك ركز على الروح لا تركز على الفكر المحدود الفكر المحدود يخدعك الفكر المحدود يهمس ويقول لك أن الحياة صعبة يقول لك المال قليل ظروفك ليس فيها حل الفكر المحدود يقول لك لا استطيع وتجده يؤسس أعذار لا تتبعه لأنه ضعيف لأنه فكر زمني لكن الروح غير محددة بالزمن الروح هي طاقة خلق عظيمة إنها خالقة الأكوان الروح التي فيك هي أكوان من الفرص وهذه هي التي تبني الحياة فتقوم بتفعيل طاقات الروح أعرف أخي وأختي أن حقيقتك فأنت الفرص الأبدية ذاتها تحتاج أن تصلي يوميا لمدة الساعة كاملة ولمدة ستة أشهر وتعيش بكل عواطفك ومشاعرك وأنت أكوان من الثراء سوف ترى وأمام عيونك تغييرات هائلة تحدث في حياتك الكون العظيم يبارككم ويحفظكم جميعا ترجمة نانسي قنقر